بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام قناة المراعي لتسمين العجول والأبقار الحلب حلقة اليوم هنتكلم عن هل إضافة العلاف الخضراء أو البرسيم لعجول التسمين صح أم خضر هنتكلم عن الكميات المناسبة لنا أقدر أقدمها للعجول هنتكلم عن طرق تغذية العجول بالبرسيم والأعلاف المركزة وهنتكلم عن فوائد البرسيم وفي النهاية هنقدم بعض النصائح وفي آخر حاجة هنقدمها متى يصبح البرسيم دار السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله قبل ما نبدأ في الفيديو إن شاء الله أتمنى مساعدة المشاهدين كل واحد يترك اسم بلده في التعليقات ويعمل أعجاب على الفيديو الأول هنتكلم يريد تشاهد الحلقة كاملة عشان تحقق الاستفادة الكاملة بلاش تاخد المعلومة وتجري اسم الحلقة كاملة وأنا أعدك إن كانت استفادة كبيرة تمام؟ هنتكلم الأول عن فوائد البرسيم فوائد البرسيم كثيرة تمام؟ ممكن نلخصه في أربع حاجات أول حدا البرسيم غانب البروتين سواء البرسيم البلدي أو البرسيم الحجازي البرسيم البلدي بروتينه ما يقلش عن 14% تمام؟ هنقول 14% ولو حولناه إلى داريس هيوصل 16% طيب البرسيم الحجازي أو الصفة هيوصل هو أصلا 16% ولو عملنا داريس هيبقى من 18% إلى 21% فالبرسيم أو الداريس غني بالبروتين أنت بتقدم عالفة مالقة وبرضا غنية بالبروتين طيب مصدر جيد للطاقة ليه؟ وحد يسألني البرسيم في طاقة أقول له أيها مصدر جيد في الطاقة لاحتواء على نسبة كبيرة من الكاربوهيدرات تمام؟ احتواء على نسبة كبيرة من الكاربوهيدرات فيوعد مصدر جيد من الطاقة مصدر جيد برضا من الألياف الألياف بتعمليه احنو ذكرنا كذا مرة قلنا الألياف بتساعد على عملية تحسين عملية الهضم ومنع عملية الإمساك يعني لو انت بتقدم عالفة ساعة سبعة وعالفة ساعة سبعة في الصبح وعالفة ساعة سبعة في الليل وقدمتش دريس او برسين في الوسط بيفك عملية ما يحصلش التلبقات المعوية او عملية اللاكمة اللاكمة او ان الكرش العجلي يقف تمام فبيأمل على عملية تحسين اداء كرش العجول طيب غنب المعادن وفيتمينات التي تساعد على صحتها العجول يبقى غنب المعادن وفيتمينات غنب بالالياف غنب مصادر الطاقة غنب البروتين فيعد برسيم عالفة متكاملة عالفة متكاملة يعني انا قدمت اكتر من مرة طرق اكتر من طريقة على القناة ازاي تستخدم برسيم وازاي تستفيد منه وتحقق استفادة كبيرة ووفر معاك في تكلفة العجل بدل ما يعجل مثلا يكلف معاك طن ومئتين كيلو لا اخلي العجل يستهلك بس طن ومئة كيلو واقدر اوفر ربعمائة كيلو ووضحت لكم قبل كده ازاي اخلي باخد برسيم طوال السنة ببلاش على سبيل المثال انت سجرت عشر قرارين العشر قرار دولار انت بتاخد عشر وشوش في السنة عشر وشوش في السنة ياسيدي استخدم تمانية وبيع وشين الوشين اللي انتهت بيوحهم هيوفروا لك حق المية وحق الاجار وحق التجاوي يبقى انت خد تمان وشوش في السنة خد برسيم طوال السنة ببلاش ببلا وبسلكم الطريقة دي انا مجربها اكتر من مر نرجع لموضوعنا خلصنا احنا الفوائد الخاصة بالبرسيم هنتكلم اول محوزة هنقدمها اذا كان البرسيم يسبب الاسهال لا ينصح باستخدامه فيه انواع من البرسيم الحاشة الاولى ما ينفعش تأكل منه كتير لانه يحتوى على 95% من المية 95% من المية فممكن يسبب اسهال اذا لاحظت ان البرسيم يسبب اسهال للعجل اخف البرسيم عن العجل او ممكن تجافه في يومين او يومين في الشبس وبعدها تجدمه طيب المحوزة التانية اذا كان البرسيم يسبب اسهال وانت بتأكل اعلاف مركزة تأكد ان الاسهال اللي سببه البرسيم هيبقى وصدك العالفة بمركزة كاينك انت مجدمتاش في اعتبر اهضار في المال انت بتربي العجول عشان تحقق ربح مش عشان تهدر في المال طيب تمام بعد كده هنتكلم عن الكميات الكميات اللي انا اقدر اجدمها هقول 60% من العالفة مركزة و40% برسيم طيب واحد يجي يقول لي عايزينا في طريقة عملية اقدمها لك في طريقة عملية هنقول وزن من 150 الى وزن 250 كيلو هنسبب 3 كيلو عالف في الليل يعني في الليل هتدي كيلو تب على 3 كيلو عالف والاول النهار هتدي برسيم لمرحلة الشبع بس راية عدم ما يسببش اسهال طيب طيب وزن من 250 ل350 هنسبب هنسبب خمسة كيلو عالف مركز خمسة كيلو عالف مركزة هنكسبهم على وجبتين نصف كيلو تب على 2 كيلو ونصف عالف الصبح ونصف كيلو تب او كيلو اللي رابع ماشي تب على 2 كيلو ونصف عالف بالليل وفي وسط النهار بدي برسيم لمرحلة الشبع طيب هنيجي بعدها من وزن 350 ولفوق هنرفع برسيم خالص هنحوله الى دريس هنستخدم عالف الصبح وعالف في الليل وفي وسط النهار نستخدم الدريس الملحوظة هنا ان الدورة دي هقول شوي بس هتوفر معك كتير انت البرسيم واخده ببلاش يعني انت لو عندك 10 عجول في كل عجل وفرت 400 كيلو معناها 4 ضن 4 ضن مش قليلين 4 ضن مش احنا قلنا العجل هياخد 1200 كيلو انت البرسيم اللي واخده ببلاش وفر لك 400 كيلو 400 كيلو ف10 عجول ب4 ضن 4 ضن تمام مش قليل انك انت توفره في البرسيم غاني بالطاقة غاني بالبروتين غاني بالالياف غاني بالمعادن وفيتمينات ويوفر عليك في التكلفة طيب هنتكلم بعد كده على متى يصبح البرسيم ضار امتى يصبح البرسيم يصبح ضار لا يمكن استخدامه في البعض العناصر اللي هذكرها دلوقتي اول حاجة الناس اللي بتحش البرسيم في الندى الساعة 4 ونص صباحا ونص ساعة 5 صباحا لابد ان الشمس لابد ان الشمس تشرق على البرسيم وتجفف النادى تماما لو لا ما تحشه يبقى اكبر خضاء انك تتحش البرسيم في النادى ما تحشهش في النادى تاني ليه لازم الشمس تطلع والنادى يمشي تماما وبعدين تبدأ عملية الحش طيب ايه تاني بيخلي البرسيم دار ان انت تتحش البرسيم وتكوومه فوق بعضه يسبب سخونة السخونة اللي في الوسط اللي بيسببها انك تكوومت البرسيم بيسبب اسهلات الاسهل بيدمر البرسيم اللي انت اكلته وبيدمر العلف اللي انت اكلته وبيدمر كل شيء يبقى ما وضعش البرسيم فوق بعضه لا اخليه يعني ممكن ناس يدعو الحيطان الحيطة كده على حسن بيتخلل الهواء ما يحصلش فيه عملية سخونة لازم الهواء يدخل دوايا يدخل جوا البرسيم يعني الحسن ما يباش فيه عملية السخونة تالت حاجة عدم تعرض البرسيم للشمس لفترات طويلة لما تتعرض برسيم للشمس لفترات طويلة هيفقد منها هيفقد اللون بتاعه هيفقد اللون بتاعه تمام طيب طيب انت انجاوبة على السؤال المهم هو العجل اللي يأكل برسيم وبيقولش علف اتعامل معه ازاي في عجل بياكل برسيم وبيقولش علف العجل اللي بياكل برسيم وبيقولش علف اوه حاجة لابد يا جماعة اي عجل بيجيبه منه السوق لابد ان انت ستتبع مع الخطوات العاقية الخطوة الاولى هي ان انت ستعرف العجل ده عجل برسيمي ولا عجل العلفي لو هو عجل برسيمي هكذا تجريد له اتخذ شوية من دخل شوية من العلف طب لو هو ولو هو عجل علفي لو هو عجل علفي اتخذ شوية من العلف عشان انت ستدخل البرسيم فبلاحظينا عمليتي تجريد لابد من عمليتي تجريد سواء في دخول العلف او في دخول البرسيم طب ايه الطريقة التانية ان انتقطع البرسيم الى اجزاء وتقدمها مع التبل والعلف او تقدمها مع السلاج والعلف دخول العجل بيأكل برسيم وبكل شيء علف ايه ما احنا في الحلقة دي نقصت مع بعض في فوائد برسيم والكميات وطريق ومتى يصبح دار وتعمل ايه مع العجل بيأكل برسيم وما بيأكلش علف دي حلقة اليوم تمام هنقدر الاجابة في نهاية الحلقة اقدر اقول ايه يعد البرسيم من البرسيم مع العلف المركز من افضل انواع المستخدمة في تسمين العجول ليه عشان الفوائد اللي انا ذكرتها لك بتاعتها بتاعت برسيم يعني الاجابة من افضل من افضل شيء استخدام البرسيم والعلف والعلاف المركزة في مراحل تسمين العجول بس استخدام البرسيم في مراحل معينة في مراحل معينة يعني في مرحلة الرضاعة ما نفعش هدي برسيم ادي داريس ماشي في مرحلة النهاية في مراحل معينة وضحت لكم كل المرحلة وضحت لكم قناة المراحلة للتسمين لعجوه والأبقار حلاب لو انت استفدت بأي حاجة ياريت ما تنخلش باللايك لايك يا جماعة اللي انت بتعمله والتعليق اللي انت بتعمله بيساعد الفيديو على الانتشار انت استفدت خلي غيرك استفيد خلي خيرك انت استفدت ده يستفيد هلاقي الاستفادة تنتشر بيننا الهدف من القناة انها اكتر من مرة هو التبادل الاراء مع بعضنا وقول رأيك اعلق انا عايز التعلق مش عايز التعلقات اللي جابيه بس اعلق قول رأيك رأيك صح احنا نتنقش مع بعض والكل يستفيد دي الهدف القناة هو الاستفادة من التبادل المعلومات والسلام عليكم وبركاته